وبهدف التأكيد على حقوق المرأة ودعمها في الانتخابات النيابية المقبلة ترشحا وانتخابا نظم مركز الديوان للحوار الديمقراطي والتدريب الإعلامي ندوة توعوية في محافظة الكركة بحضور فعاليات نسوية رسمية وشعبية ومشاركون في الندوة أشادوا بالمرأة الأردنية والنجاحات المتواصلة التي استطاعت تحقيقها على مستوى الوطن في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما أكدوا على أهمية دعم المرأة المترشحة للانتخابات النيابية سواء كان ذلك على مستوى الكوتا أو القوائم وذلك بغية تعزيز فرصها في الوصول إلى البرلمان ومشاركتها في صنع القرار مشيرين في الوقت ذاته إلى حرية الناخبة في اختيار مرشحها دون خضوعها لأي ضغوطات كانت ركزنا في حقيقة الأمر على أهمية مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة وعلى أهمية الاقتراع وتشجيع الآخرين للذهاب لمراكز الاقتراع لزيادة نسبة المشاركة لأن هذا الحدث يعتبر من أهم المحطات التي تسير بها المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لاختيار الشخص الأنسب في المجالس التشريعية